في إطار متبعة مدى تنفيذ البرنامج برنامج التحضير القتالي لسنة 2022-2023 على مستوى الوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر النواحي العسكرية الستة شرع السيد الفريق أول السيد سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من اليوم في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار في البداية وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مصطفى سماعلي قائد الناحية العسكرية الثالثة وقف السيد الفريق أول بمدخل مقر قيادة الناحية وقفة ترحم على روح الشهيد البطل مصطفى بن بلعيد الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه حيث وضع إكليلا من الظهور أمام المعلم التذكري المخلدي له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح شهداء الأبرار وبمقر قيادة الناحية عقد السيد الفريق أول لقاء توجهيا مع إطاراته ومستخدمي الناحية حيث ألقى كلمة توجهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد أكد فيها أن تقديس العمل الجاد والمتفاني هو الوسيلة المثلى لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة